هل يجوز إخراج صدقة فطر منية شفائي المريض؟ لا شك أنه تشرع الصدقة عن المريض التماساً لشفائه وتداوياً بها ففي الحديث داووا مرضاكم بالصدقة يقول المناوي رحمه الله وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية فأرجو أن يكون ذلك نافعاً إن شاء الله إفطار من القربات ويتأكد إذا كان الصائم فقيراً فهو أدخل في باب القربة وأعظم في باب الأجر من الصائم الغني والله أعلم